لسا مكمليين معاكم فقراتنا واعتقد ان كلنا لاحزنا ان وقت ثورة 25 يناير ظهر عدد كبير جدا من الكيانات الثورية والقوى السياسية في مصر كلهم كانوا مجتمعين على هدف واحد عيش حرية عدلة اجتماعية بعد الثورة بحوالي شهر ابتدى يظهر بعض التكتلات بعدها بمدة ابتدت تظهر اشاعة كده بتقول لا في حصل انكسام بين شباب الثورة ناحية التانية الشباب كانوا بيردوا يقولوا لا احنا حتى لو اختلفت قلياتنا لسا هدفنا واحد كان لازم تظهر مبادرة بتتكلم عنهم بتتكلم باسمهم واحدة صوت واحد لشباب الثورة النهاردة معانا هنتكلم في فقرتنا عن مبادرة الكيانات السياسية الثورية ومعانا مهندس نادر نبيل عدو المكتب التنفيذي عن منظمة ثوار مصر هيكلمنا اكتر عن المبادرة سبعة الخير سبعة النور نهارك سعيد نهارك سعيد ايه بقى مبادرة الكيانات السياسية الثورية؟ وزي ما حررتك قلتي احنا طلعت اشعاع كتير ان احنا اتفرقنا ان احنا مطالبنا ما بايتش واحدة المبادرة بتأكد ان احنا لسا كلنا واحد احنا بنطالب بعيش حرية عدالة اجتماعية المبادرة هي يعني تجميع للقوة الثورية حوالين مطلب واحد وهو تسليم السلطة لسلطة مدنية يعني احنا بنحاول نحافظ على المؤسسة العسكرية لان الفترة الاخيرة حصلت بعض الاشتباكات دوت بيهدد امن مصر داخليا وخارجيا الجيش مكانه على الحدود فاحنا بنقول وبنطالب بتعجيل تسليم السلطة لسلطة مدنية يعني ده المطلب الرئيسي للثور تمام هو المطلب الرئيسي للثور دلوقتي في 25 يناير 2012 هو تسليم السلطة لسلطة مدنية والهدف ان انتو ينادر تكلموا باسم واحد او ان انتو تتجمعوا مرة تانية بالفعل فعلا كان حصل فيه اي لا هو عمر ما حصل اختلاف بين السور او انشقاقات هي الموضوع كله اختلاف على الالية ممكن حدريك تبقى شايفة الالية انا مش شايفها دلوقتي بس هو في الاخر الهدف واحد وهو تسليم السلطة يعني الهدف واحد ايش حرية عدالة اجتماعية ده الشعار اللي كلنا كنا بننادي به دولة مدنية دولة مدنية يعني لاها عسكرية احنا شايفين يعني بيقولوا صورة ونحتفل بصورة وحاجات زي كده ازاي نحتفل بصورة وهي يعني الصورة كانت ايمة على حاجتين كانوا بيحكموا حكم العسكر هما لحد الوقت بيحكموا حكم الحزب الوطني لحد الوقت متوغل في كل مؤسسات الدولة فاحنا بنقول ان احنا مش شايفين ان الصورة قامت او انجزت شيء بخلاف الانتخابات اللي حصلت الانتخابات دي احنا بنحب نتوجه لحاجتين بالشكر الشعب المصري ووعيه ولدم الشهداء اللي وصلنا لدوت ان احنا نشوف انتخابات حقيقية في مصر يعني احنا عشنا وشوفنا فعلا انتخابات حقيقية دي خاليني اسألك عن رأيك في الانتخابات البرلمانية اللي عادة هو مفيش انتخابات مفهد شوائب يعني فيه بعض التجاوزات من بعض الفصائل بس في الاخر مفيش تزوير يعني هو ده اللي يهمنا ان مفيش تزوير واضح او مفيش تزوير بعمد او مفيش تزوير عن نتيجة توجيه ده كنا بنشوفه قبل 25 يناير ده ما حصلش يعني حصل بعض التجاوزات ولكن مش هدفها السيطرة او هدفها ان يبقى فصيل واحد هو المسيطر يعني هدفها كانت تجاوزات شخصية وتجاوزات فردية طب الناس اللي بتقول ان الثوار ضد الانتخابات البرلمانية وبالتالي بيوقفوا عجلة العمل والتنمية وكل الشائعات اللي اكيد قريت عليها كتير في الجرائح لا احنا بنحب نأكد ان احنا عملنا ما هننقلب على شرعية الشعبية او شرعية الانتخاب لان احنا لما جينا بنطالب بنطالب ب الديمقراطية والحرية وان السلطة تبقى في ايد الشعب الشعب هو اللي اختار مين يحكمه وبدال الشعب قال كلمته احنا ككينات ثورية ماناش كلمة بعد كلمة الشعب بس مش معنى كده ان احنا نسكت وما نتكلمش او ننقض لا احنا من حقنا ننقض من حقنا نقول لكن عمرنا ما هنقلب على شرعية الشعب الانتخابات لو احنا بننقلب على شرعية الشعب احنا بنطالب في 25 يناير بتسليم السلطة لرئيس مجل الشعب المنتخب من هالشعب وانا بردك بحب اوضح حاجة ان دوت فيه بردك كلام بيتقال ان دوت انقلاب على استفتاء 19 مارس انا بقول ان ده مش انقلاب على استفتاء 19 مارس لا اسباب اول سبب انا لما يكون بعقدي بيني وبين اي حد ويجي ينتهي واجي اعدل فيه مادتين او اعدل فيه تسعة مواد في العقد وانا بوافق والشخص التاني بيوافق بنانا على الاستفتاء بيرجع بقية بنود العقد زيها زي اللي يتعدل بالزبط لان احنا متفقين على الحدود او الدستور دوت فعدلنا فيه بعض يعني احنا لما جينا نعدل الدستور وطلبنا استفتاء من الشعب عدلنا تسعة مواد من دستور 1971 فلما الناس وفقت على الاستفتاء وفقوا تضامنا ببقية المواد لانهم وفقوا على التعديل فيرجع الدستور كامل بالتعديلات ففي الدستور دوت كان فيه مادة بتقول ان السلطة في مصر مقسمة لتلات اجسام سلطة تنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ورؤساء الاحياء واي سلطة تنفيذية في مصر والسلطة التانية السلطة التشريعية وهي بتبقى في مجلس شعب والشورى والسلطة القضائية فلما جئ الرئيس المخلوع ساب الحكم فالمفروض كان يمسك لمدة 60 يوم وبعد كي يجرى انتخابات رئاسة كان مفروض لا مجلس شعب ساعتها كان منحل فالمفروض كان يمسك رئيس المحكمة الدستورية العالية ده ما حصلش فبعد كده المجلس العسكري لقى نفسه في حيرة انه هو دلوقتي وجوده غير دستوري فلغى الدستور وعمل اعلان دستوري فهمشي احنا اللي بننقلب على الاستفتاء هما اللي انقلبوا على الاستفتاء احنا بنعاوزين لنفس الاستفتاء 19 مارس ايه شباب الثورة كانوا في البداية مع الاعلان الدستوري ولا ضده لا احنا كنا مع ان يتعامل دستور جديد لان هو ده اللي المفروض كان يتعامل هما عملوا تعديل على الدستور قبل الانتخابات قبل الانتخابات خالص لان هو ده اللي هيجي يحكم الانتخابات وعيجي يحكم رئيس الجامهورية وعيجي يحكم ايه هي صلاحيات مجلس شعب صلاحيات رئيس الجامهورية كنت ده مطلبنا الرئيسي ده ما حصلش الناس خرجت قالت لا احنا هنعدل الدستور هنعدل الدستور ده التعديل يبيرجع بقية الدستور فبقية الدستور ان المفروض كان في خلال 60 يوم يجي رئيس جامهورية واللي كان يمسك رئيس المحكمة الدستورية لان هو كاية السلطة الموجودة في الوقت ده ده ما حصلش إحنا دلوقتي بنطالب فيه رئيس شعب ومنتخب رئيس مجلس شعب ومنتخب هو اللي يمسك ستين يوم ويجي بعديها في خلال الستين يوم انتخابات رئاسة انتخابات الرئاسة ديت هتجيب رئيس منتخب في خلال الستين يوم أصلا أنا اللي أعلمه أو المعلومة اللي عندي أن الدستور مش كله غير صالح دستور 1971 بالعكس كان فيه مواد هما لحد الوقت نواب الشعب ومتفقين عليها الاختلاف على بعض البنود أو بعض المواد اللي هي تخص صلاحيات مجل الشعب وصلاحيات رئيس الجمهورية ووضع الجيش والكلام دوت ودوت مش هياخد وقت كبير وأفتكر أن هتوافق عليه الأعضاء بصورة سريعة ويبقى كده احنا خلصنا الدستور وخلال ستين يوم يبقى كمان عندنا رئيس دولة ونبدأ لأن احنا دلوقتي أصلا بنعاني من حاجات كتير طب الناس اللي بتتحامل شوية على شباب الثورة وبيقولوا لأ الثورة 25 يناير قامت عشان توسقط نظامه لا وهدفها حققته فعلا هدفها حققته إزاي؟ أنا النظام سقط يعني أنا آسف يعني لما النايب العام هو هو النايب العام اللي جات له جميع الأواضي الفساد دية في خلال عصر المبارك وطلع الناس اللي بتتحكم عليها دلوقتي أو بيتحكم عليها بالفساد طلعهم قبل كبير براءة من نفس الأضايا ودلوقتي يجولوا تاني المفروض أنه يحبسهم عشان يقول أنا نفسي مدن طب إزاي؟ جميع المؤسسات الرؤساء المؤسسات كلها مؤسسات الدولة من الحزب الوطني الوزراء يجي يشيلوا وزراء ويحطوا وزراء كلها من الحزب الوطني يعني بيحسسونا أن مصر خلاص يعني ما عندهاش حد غير الفصيل دوت يعني إحنا ما شفناش مثلا حد من الإخوان اللي الشعب إدهم أغلبية في المجلس الشعب ميسك وزارة ما شفناش حد من السلافيين اللي هو تاني شعبية في مصر حد ميسك وزارة ما شفناش حد من شباب الثورة ميسك وزارة ما شفناش أي حاجة من الحاجات دي كلهم بيدوروا حوالين الحزب الوطني أنا قلت لحردك النظام اللي كان قائم عسكري بناء عن ثورة 23 يوليو وده لسه العسكر بيحكمه حزب وطني الحزب الوطني متوغل في جميع المؤسسات هو رئيس كل مؤسسات الدولة هو اللي بيحكم فإزاي الثورة نجحت أو إزاي النصام سقط النظام لحد دلوقتي قائم طب عملية صير محاكمة الرئيس السابق ومعونيل لحد دلوقتي رأي شباب الثورة فيها ايه؟ لا يعني احنا بصي موضوع القضاء دوت يقولك انتو مش معترفين بالقضاء لا احنا معترفين بالقضاء بس معترفين كمان اني لازم يبقى في استقلال قضاء عشان يحكمه احنا شايفين طبعا اني في يعني مثلا محامي الرئيس المخلوع او محامي حسن مبارك وولاده بيحاول يقلب المحاكمة لمحاكمة هزلية يعني مصرحية هزلية يعني احنا مش عارفين يعني ازاي يجي يتكلم للدعاء بالحق المدني اسكت الفرصة الاكبر للكلام للدفاع كل طلبات اللي هو المدعي بالحق المدني افتكر ان هي ما بتتحققش على الوجه الاكمل افتكر ان فيه كلام بيتقال من الجيش وبعد كده بيرجع يشهده بحاجة تانية افتكر ان دوت مش هيحصل محاكمة حقيقية الا لما النظام يتغير طيب احنا فضلنا ايام يعني يمكن عشرين يوم تقريبا على اقل من عشرين يوم ونحتفل بالذكرى الاولى لطورة 25 يناير المبادرة هتعمل ايه في اليوم ده المبادرة هي عبارة عن تجميع للقوة الثورية لاتخاذ قرار واحد اتخاذ يعني مطلب واحد هو تسليم السلطة لسلطة مدنية الاليات اللي بنتفق عليها ان احنا متمسكين ان الثورة بتاعتنا ثورة سلمية وملتزمين في كل فعالياتنا ان الثورة بتاعتنا ثورة سلمية ومش هتتحول عن الثورة السلمية تماما ولا هتنجرف مهما حاولوا بعض الفصائل اللي بره الثورة ان هي تحولها لثورة غير سلمية عشان تشويه صورة الثورة احنا بنقولون ان ده مش هيحصل واحنا مش هننجرف معاكم احنا مصررين ان ثورتنا تبقى سلمية الشعب عارف ان احنا سلميين احنا سلحنا اقوى السلاح اللي في ادينا اللي هو السلمية اقوى من السلاح اللي بيبقى قدامنا وبيضربنا وبيموت ناس مننا وبيقضي على نظر الناس انا رأيي الشخصي ان الصوار ما بيموتوش بالرصاص انا الصوار بيموتوا بتكميم الافوة بالظلم بالخضوع يعني السورة هتستمر و هتفضل بشكلها الطبيعي اللي اعتدنا عليه مش هيكون في اي تغيير ما فيش اي تغيير هيكون تجمع الطبيعي في ميدان تحرير في ميدان مصر ميدان مصر المختلفة اللي هي علاقة كل اهمية عن ميدان التحرير بل ميدان زي ميدان الاربعين انا شايفه اهم من ميدان التحرير ميدان القائد ابراهيم جميع ميدان مصر اللي تمثل السورة المصرية هيبقى فيها فعاليات احنا ما بنهديتش اي منشأة من منشأات او مرفق من مرافق العامة للدولة احنا مش زي ما بيت قالي ان احنا هنهاجم وزارة الدفاع و هنهاجم التلفزيون المصري و ان احنا نزلين عشان نقضي على الجيش و ان احنا بضد الجيش ابدا الجيش دوت انا في يوم الايام كنت مجند جميع الشباب بتوع السورة في يوم الايام كانوا مجندين في الجيش احنا عاوزين نحافظ على المؤسسة العسكرية في احتقام ما بين شباب السورة و ما بين مؤسسة العسكرية لازم يرجعوا يحمونه على الحدود لان هو ده شغلهم مش شغل احنا بنقول ان احنا خايفين على المؤسسة العسكرية ان هي تستمر اكتر من كده طب الاحتقام ده نحله ازاي نعم نحل الاحتقام ده ازاي لا انا اقول لحضرتك حاجة يعني الموضوع لما يوصل لدم و عاوزة تحل الاحتقام لا يعني هم يرجعوا يحمونه على الحدود والاحتقام هيتحلل وحده لكن طول ما هم موجودين و بيمارسوا نفس الممارسات في فضل الاعتصامات السلمية هيفضل نزيف الدم مستمر نزيف الدم دوت بيولد احتقام لكن طول ما هو لازم يتخلوا عن الفكرة العسكرية مش هيقدروا لان هم اصلا الجيش عقدته كده يعني هو في التدريبات بتاعتهم ازاي الشرطة تدريباته ازاي يقتل ازاي يقتل لان هو بيدافع على الحدود او كل شغله مع العدوه مش مع ابناء الوطن لما بتحصل اي فعاليات او اي مثلا احتكاك ما بيبقاش الجندي قادر يسيطر على دماغه ان دوت ابن بلده اخوه لا هو اتدرب كده غصبا عنه هي دي عقدته ان هو ما بيتدربش ازاي يفض شغب لا هو متضاء او يفض اعتصام لان احنا ما بنعملش شغب ازاي يفض اعتصام وتدريبه ازاي يقتل اللي قدامه فغصبا عنه العقدة اللي هو اتدرب عليها هي اللي بتتغلب عليه فمش هيحصل طول ما هم في الشرق المصري استعدادا الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير ناس كتير بتقول لازم يكون فيه ضوابط للعمل التوري في مصر عشان يبقى طالما مجتمعين على هدف واحد لازم يكون فيه قليات واحدة انت معا ولا ضد لا هو الفعاليات واحدة ان شاء الله هتبقى الفعاليات واحدة بس واحدة من الصورة يعني ما تجيش تقولي لي مثلا فيه فاصيل تاني ما ميمثلش الصورة واحدة ديك عارفة يعني بيعمل حاجة تانية فدوت تقولي انت برا لا يعني هو مش برانا لان هو عمره ما كان معانا أصلا يعني مثلا الضوابط اللي حضرية بتقوليها هو التزامنا التام بسلمية الصورة دي اول حاجة تاني حاجة عدم استهداف المرافق العامة او المنشآت الدولة وكمان عندنا لجان شعبية هتبقى تؤمن المرافق ديت عشان بعد كما يحصلش اي حاجة يقوله الصور لا ده احنا عم حافظ عليه تأمين المرافق ده يا نادر دور الصور ولا دور الشرطة هو دور الشرطة ودور الجيش لكن بعد كده لما بيحصل اي حاجة في المرافق ديت بيقولوا لا الصور هم المسئولين لا احنا مش المسئولين احنا على طول كان اختلافنا مع المؤسسة العسكرية ان لما بنيجي نعمل اي فعاليات يقولك عليك احماية مرافق الدولة انا مش فاهمها لحد دلوقتي زدائي يعني مش شغلتنا وما الناس اللي بتبقى في وسارة الداخلية والناس اللي في الشارع من الجيش بيعملوا ايه او بيقباضوا على اساس ايه على اساس انهما يحموا الاماكن ديت هما اللي مسكين السلطة مش احنا بس هما بيحاولوا يدخلونا ان احنا نحمي على اساس يبقى ايه انت عندك بالطالب يبحقك وكمان بتحمي فيبقى فيه تشتيت احنا بنحاول دلوقتي ان احنا يبقى فيه اللجان الشعبية تفعيل دورها بكمان ايه يعني تفعيل دورها بالتزامها بعدم الخروب عن سلمية الصورة او التعرض للمنشئات ان هي تحمي المنشئات ديت على اساس ان طبعا احنا مش عاوزين بعد كده حد يستدرجنا لشيء احنا مش عاوزينه يعني احنا رفضين الانجراف عن سلمية الصورة صحيح كل الفصائل يعني كل الفصائل انا مش حابب فصائل الصورة كل مجموعات السورية في مصر يعني لحد دلوقتي مولتقيش في المبادرة مين التكتلات او مين الكوة سياسية اللي حتضمها الكيان الجديد دوت احنا دلوقتي في عملية اجتماعات مصادرة واجتماعات على شكل اوسع مع جميع الفصائل السورية او جميع المجموعات السورية على اتفاق على هذا المطلب والاتفاق الريدي حاصل على هذا المطلب بس المشكلة في القلية فيه قليتين يعني بيقولوا ان يوم خمسة يعني فيه قلية يوم خمسة وعشرين يناير المجلس العسكري يفتح باب الترشيح للرئاسة والانتخاب يبقى بعد ستين يوم وفيه قلية تانية انه هو تسليم لمجل الشعب ومجل الشعب هو اللي يقوم بفتح باب الترشيح والانتخابات بعد ستين يوم يعني خلينا برضو نتكلم بالتحديد اللي حيكونوا موجودين في المبادرة زي في اليوم ده مثلا حيضموا الحزب الحرية والعدالة حزب النور الكتلة المصرية حيضموا الأحزاب اللي احنا عارفينهم ولا حيضموا شباب الثورة اللي منضموش للتكتلات زي لحد الوقت اللي في المبادرة او اللي قاومين على المبادرة جميع اللي هم المجموعات الشبابية بصرف النظر عن انتماءاتهم طبعا فيه ناس من الحرية والعدالة جوه تكتلات الشباب فيه ناس من السلفيين جوه تكتلات الشباب فيه ناس من الوافد جوه تكتلات الشباب لكن كحزب بكيانه لسه دوت بيدور حوار بيننا وبين الأحزاب احنا طبعا عاوزين اليوم يبقى قوي عاوزين اليوم يؤتي بصماره احنا مش عاوزين ننقلب على أي شرعية احنا عاوزين نحافظ على مصر مصر اقتصادها بينهار مصر مهددة أمنيا الجيش مشغول بحاجة غير اللي هو أصلا هدفه الرئيسي هو حماية مصر من الخارج هو دلوقتي مشغول بجوه وبره لأحنا عاوزينه يرجع يحمينا من التدخل الخارجي والسياسة الأهلاء احنا مش شايفين كلنا بتتمنى ان في الزكرة الأولى للثورة كل مطالبها ان شاء الله تتحقق مهندس نيدر نبيل عضو المكتب التنفيذي عن منظمة ثوار مصر بشكورك جدا نهارتنا انا بشكور حضرتك مشاهدين استانوا معينا لسه معينا فقرات جاية في نهرك سعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة